تاني جزء اللي هو الهدف. آآ لازم ان انت وانت بتكتب السيفي بتاعك. آآ لازم يبقى فيه هدف انت انت حطه في بماغك. زي ما اقول لك انا عايز اشتغل في الشركة دي عشان آآ هي شركة آآ موتي ناشنال وانا آآ عايز اتعامل آآ او اتعلم زيادة من الشركات الموتي ناشنال. حاجتين بالشركات دايما بتحبوهم. اول حاجة ان انت آآ آآ رجل شغوف بالعمل وشغوف للتعلم حاجات جديدة. وآآ وان انت عندك خبرات هتضفها زيادة للشركة. فمش مجرد ان الشركة هتاخدك وتبضل تدرر فيك بس لكن هتاخدك وتدرر فيك وتستثمر فيه. وهيعود عليك ده آآ بافادة آآ للشركة بعد كده. فلازم تشوف ده. وان انت عارف تتعامل في تيمورك. آآ فانت لازم تحط الهدف بتاعك الهدف الوظيفي. آآ تحطه بما يثابت. او او يتماشى مع مؤهلك العلمي. فانت بجيش تقول لي انا انا مسلا آآ آآ خريك زراعة وكده وانا رايح اقدم فيه شركة آآ امن مسلا فبقوله انا بحاول اقنعه ان الزراعة هتمشي مع الامر. يعني خليك شوية في اللي انت بتتكلم فيه بحيث ان آآ ان آآ ان الدنيا آآ صاحب العمل يبقى آآ مقتنع باللي انت بتقوله. آآ ودي اهم حاجة خليك صادق دايما في اللي انت بتقوله وآآ وعندك في الكلام اللي انت بتكتبه. طيب المؤهلات آآ آآ العلمية او الخبرات العلمية اللي هي الورك دي بتكتب فيها آآ الدرجة العلمية بتاعتك. آآ يعني خدت آآ آآ ابتداء من الممكن من من المدرسة في ناس بتبدأ آآ من المدرسة آآ خريك مدرسة كزا آآ دخلت آآ جامعة كزا خرجت من جامعة كزا خدت الماجستير خدت ديبلومة آآ بتكتب فيها المسمة آآ آآ للدرجة العلمية يعني خريك مسلا آآ آآ باكالوريوس في العلوم الزراعية آآ كلية الزراعة آآ الجهة اللي هي المنحة آآ آآ كلية الزراعة جامعة القاهرة مسلا آآ آآ تاريخ الحصول عليها الفين مسلا وآآ خمستاشر الفين وتمنتاشر ايا كان السنة اللي انت دخلت فيها آآ آآ استغزينك بس يا جماعة احنا معدنا اتناشر ونص آآ فيريد نبقى اتناشر ونص شارب بس آآ آآ كلنا هنبدأ مع بعض عشان آآ ما نعملش آآ آآ هخلي بعد كده خمس دقائي يبقى نبدأ اتناشر ونص وخمسة عشان الناس تاخد وقتها في ان هي تبدأ آآ آآ حد كاتب لي في اسئلة بعض الناس اللي كاتب اسئلة على 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 الكومنت انا هقرها بعد آآ آآ لما خلص عشان لو آآ عندكم اي استفسار او ادخلكم فلو عندكم اي اسئلة اكتبوه آآ وانا هرد عليه آآ بس بعد ما خلص طيب آآ قلنا قلنا وبديكتب التاريخ اللي انت حصلت عليه آآ آآ فما بتكتبش الدرجة العلمية وخلاص لأ بتكتب التاريخ والجامعة انت وخيتها منها آآ وبالتدريج بكتب الاحدث فآآ الاقدم يعني انا حصلت مثلا على الماجستير بكتب الماجستير وبعد كده بكتب البكريوف وبكتب بعد كده السنوية العامة فكل حاجة بتبدأ بالاحدث فآآ الاقدم آآ المهارات او بتاعتك آآ اي حد بيبقاله آآ مهارات ما ما تفكرش ان انت قاعد كده ملكش مهارات لا في حد ممكن يبقى مهارته آآ انه آآ بيتشتغل آآ في آآ مثلا يرسم بيصور بيعرف يشتغل على الفوتوشاب آآ ودي المهارات دي انت بيتم اكتسبها من خلال آآ آآ دورات تدريبية ومن خلال الانشاطة الطلبية اللي مفروض ان شاء الله آآ نشارك فيها في الفترة اللي جاية آآ او اعمال اخر اعمال آآ مع مؤسسات آآ خيرية او تعلمية دي الناس بتحب برضو تسمحها لان لازم في الجانب الانساني اللي انا عايز اشوفه لان انت هتبقى في يوم من اليوم مسؤول عن عمال مسؤول عن مجموعة من الناس فلازم انت لو شخص آآ ما بتعرفش تتعامل مع الناس هتبقى صعب انك آآ ان اعينك في مكان وتبقى مسؤول عن آآ آآ تلاتين التحتيك ممكن تبقى آآ آآ تعمل مشكلة في الشخص. فاآآ فالمهارات بشكل عام ممكن تبقى زي ما اقول آآ ممكن تبقى استخدام الحاسب القالي كتابة كود آآ مهارات لغة ممكن انت تبقى بتكلم انجليزي فرنساوي الماني. الحاجات دي مهمة جدا وكل ما بتزيد المهارات كل ما بيزيد مستوى آآ طلب آآ عليك. وكل ما زاد مستوى الطلب عليك هيزيد مستوى الريت او او المبلغ اللي انا هدفعه لك كم مرتب. فما تبخلوش على نفسكم في الفترة اللي جاية فط فرصة اليومين دول آآ اكتسبوا مهارات جديدة لو فيه خرصات تقدر تاخدوها اخدوها. الحاجات دي آآ بتضيف وبتفرج كتير جدا مع صاحب الشهر. طيب آآ آآ معلومات اضافية آآ بيتم اضافتها للمهارات زي حواية القرية. الرسم. آآ اهتمامات آآ آآ اخرى. آآ زي آآ آآ رياضة آآ آآ انشطة اجتماعية زي ما قلت لكم. آآ الصفر. حاجات العامة اللي هي بتدي انطباع عن المود العام للشخص ده ايه? بحيث ان انا آآ هي الفكرة كلها انا مش عايز واحد بس لانا عايز حد آآ سلوكياته آآ حميدة بحيث ان هو لما يتحط في بيئة العمل في ناس بتبقى آآ بتسبب آآ آآ او آآ زي ما بيقولوا او آآ آآ الروح بتقلل من روح المعنوية لفريق العمل. وده مش مكتوب خالص في بيئة العمل. واي حد عنده آآ بيشغل حده بالمنظر ده بيبقى عايز يتخلص منه بأسرع آآ وقت. فالحاجات دي كلها بتدي آآ عن آآ انت مين? آخر حاجة خالص بالنسبة لنا اللي هي المراجع او دي انت بتكتب فيها اهم آآ الاشخاص اللي يمكن الرجوة لها. يعني انا اشتغلت مثلا آآ آآ مع دكتور الفلاني. اكتبوا. آآ آآ عملت آآ آآ بحث التخرج بتاعي مع الدكتور الفلاني اكتبوا ليلي. الاشخاص دي انا المؤسسة انا ممكن ارجع لهم اسألهم الشخص ده آآ هل هو مكتوب فيه? هل هو امين? هل هو آآ شاطر? هل هو خايب? فابتدي اه اتواصل معه. وبيتم كتابة اسم الاشخاص آآ آآ وساعات بيكتب آآ آآ بنكتب الكلمة دي اللي هو آآ 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 بحيس ان احنا ما نحطش اصخاص غير لما انا آآ آآ يطلب مني. آآ آآ لو انت ما عندكش حاجة. لو انت عندك آآ آآ اشخاص واثق ان هما هيدي وريكمنديشن كويس من غير ما تقول لهم او من غير ما تتكلم معاهم خلاص حطوهم. بيبقى دي بتدي قوة زيادة لسي في. لكن لو ما عندكش حد او مش واثق في آآ الناس اللي انت هتكتب اساميهم ممكن يتكلموا كلام كويس عنك ولا افضل ان انت هتكتب الجملة دي اللي هو او المعرفون آآ آآ يذكرونه عند الطلب آآ بحيس ان هو آآ لو الطلب منك آآ آآ محتاجين اشخاص او ريفرنس ليك. آآ بتقوله فلان وفلان وفلان وده الايميل بتاعه وده التليفون الشخصي بتاعه. هو ده اللي بتديه. في اغلب الزن آآ آآ ابدأ بالايميل ما تبدأش ان انت تبدأ بتدي التليفون الشخصي. آآ في ناس كتير ما بتحبش تتواصل عن طريق التليفون الشخصي حتى لو آآ هم آآ يعرفوك كويس ولكن آآ آآ اسألهم الاول لو عندهم ما عندهم مش مش مشكلة ممكن تدي التليفون الشخصي او تليفون المكتب آآ وطبعا الايميل بتاعهم ده بقية حاجة اساسية.